اشتركوا في القناة الله وسلم على سيدنا محمد خاتم المرسلين حضرات السيدات والسادة الأجلاء أيها الحضور الكريم في مستهل هذه الدورة أرحب بكم داخل المركز الثقافي بوكماخ بمدينة طنجا وأتمنى أن يحمل هذا الحفل الفائد المرجوع وأن يكون مناسبة لنسج علاقات أقوى وأمتن وأن يحمل إجابات عن التساؤلات التي سترتبط بمجال يمثل بأهميته عنصراً أساسياً في الحياة وفي البقاء وفي الاستمرارية ألا وهو مجال الصحة وأغتنم الفرصة كذلك لأحيي وأثمن المجهودات التي يقوم بها جميع الفرقاء من مختلف مسؤولياتهم وتوجهاتهم الذين كانوا ليس فقط وراء تنظيم هذا الحفل ولكن أيضاً خلال المصار الذي قطعته الجمعية المغربية الشمالية لمرض السلياك وذوي الحساسية من الجلوتين ما من شك أن مرض السلياك يواجه اليوم صعوبات وتحديات مختلفة سواء على مستوى التشخيص أو الفحوصات الطبية أو على صعيد ارتفاع أسعار المواد الخالية من الجلوتين والتي هي في معظمها مواد مستوردة أو على مستوى عدم استضار وإلى حد كتابة هذه السطور قانون العنونة أو على مستوى عدم الانضباط في احترام الرجيم بدعوى قصاوته أحياناً وأحياناً أخرى خوفاً من تعليقات الآخرين إلى جانب عدم تقبل المرضى للمرض وللحمية علماً أن النظام الخالي من الجلوتين أو ما نتعرف على تسميته داخل أوصات مرضى السلياك بالريجيم هو لحد الآن العلاج الوحيد والأوحد لمريض السلياك ولمدى الحياة بإجماع أطباء العالم بالداخل والخارج ومن موقع الجمعية المغربية الشمالية لمرضى السلياك وذوي الحساسية من الجلوتين فقد حاولنا جاهدين خلال الأربع سنوات التي هي عمر تواجدنا بالساحة الجمعوية أن نكون السند القوي والقريب لمرضى السلياك سواء من خلال التوجيه أو النصح أو الإرشاد أو التحسيس أو نسج علاقات للتواصل والدعم مما مختلف مكونات المجتمع المدني إن مرضى السلياك يتساءلون اليوم عن التدابير والإجراءات التي يجب اتخاذها للدفاع عن حقهم في أكل يضمن لهم السلامة والعافية وفي هذا الصدد يتم التفكير حالياً في خلق فدرالية وطنية لجمعيات المرضى السلياك من أجل توحيد الرؤى وتنظيم قنوات العمل واستصدار توسيات أكثر نجاعة وفاعلية وقد وضعت اللبنة الأولى لهذا المشروع خلال 22 من شهر أبريل بمناسبة اليوم الوطني لمرضى السلياك بمدينة مراكش وبحضور كل من جمعيات طنجة، الرباط، الدار البيضاء، مكناس، مراكش وأقادير وبمشاركة الجمعية الفرنسية لمرضى السلياك لافتياك على هذا الأمل أختتم هذه الكلمة شاكرة للجميع دون استثناء حاضراً وغائباً رجلاً وامرأة صغيراً وكبيراً على حضوركم ودعمكم ومساندتكم وكل حفل وأنتم بألف خير